ايه وانت كنت بتنقل شعائر الحج عبر طبعا هو طبعا يعني انا رشحت لنقل شعائر عرفات كان قبلها كان قبلها سنة 99 حقيقي كان حصل حدث مهم جدا ان كان لي الشرف انقل احتفالات الاسراء والمعراج من مسجد الاقصى المبارك في القدس الشريف فالحقيقة يومها كان ايامها مباحثات يهود براك مع سلطة الفلسطينية دي سوية القضية لكن طبعا المشاكل المستوطنات الحدود المياه القدس السيادة الفوقية والتحتية يعني دي كان لها دور كبير في المخوضات لا تصلش لطريق يعني كما كنا نرجو فوقتها مصر ارادت ان تشعر العالم بان القضية الفلسطينية قضية هي صميم قضايا العالم العربي فواقع اختيارهم علي ان انا ازيع الاحتفالات بتاعة الاسراء والمعراج وازعصات الجمعة فسفرت فكان ايامها السفير محمد بي بسول رحمة الله عليه سفير مصر فيه فقديت في هذه الازاعة يعني اداءا هو التوفيق طبعا من عند الله فالستاذ حمد الكنيسي يعني مشكورا يعني شكرني بخطاب يعني على الاداء وكامزا كون فكانت المكافأة ليا ان انا اروح ازيع نقل عرفات السنة اللي بعدها سنة الفين فهناك البس الموحد بتلتقي مع جهابزة الاعلامين لان كان من شرطهم ان يكون بدرجة مدينة عاما كنت اعتقدت درجة تانية فالتقيت بالناس اللي انا بسمحهم بقى في التلفزيون الحرام الناس بسمحهم في الازاعات وبعدين كلهم ناس كبار فكانت ارادة الله ان انا كاتب نصين وصلاحة رجعهم لأستاذ محمد الوفا في الحجل الصحة فأديت اداء في وقت الظهيرة اللي هو وقفة عرفات فكان ايامها مدير ازاعة اليدة بكر بخدر استاذ احمد الحليل احنا بسمعه في التلفزيون ده ما يجي في رمضان بسم الله الرحمن الرحيم ها هو شهر رمضان الفضيل اقبل على امتنا الصوت الجميل ده فمن حسن حظي اطلعت رقم واحد وتم تكريمي في احتفال يعني ايه الاعلاميين طبعا بحضور السيد كانت رسالة ها فكان يومها الزملاء اللي هما حيمسكوا يعني كان بعدي زميل اسم وزياد دندن من ازاعة الشرق بباريس لبناني صوت الجميل والرائع وهكذا فانا بقول احساسنا النهاردة واحنا في الحج لما كنا في البرج بتاع الازاعة وانت شايف الملايين قدامك كلهم متسوين في اللباس وفي الدعوة وفي كذا 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 فكل ما تأتي هذه الايام الحقيقة دلت اعتبر في وضعات ربانية انا اصدقل ازاعة القرآن الكريم ازاعة له رسالة عظيمة صحيح وانا ما عليش اسمحولي بدقيقة المصحف المعلم ده كان باكورة الاعمال لكن يليه المصحف المفصر لشيخ الازهر الشيخ محمد سيد طنطاوي هذا الرجل العظيم رحمة الله عليه فصل القرآن الكريم كنت لي الشرف ان انا اعمله معه تحت عنوان مع القرآن الكريم في الفين الفين ميتين طمنتاشر حلقة من فاتحة الكتاب حتى ختام صورة الناس بدأنا سبعة وتسعين خلصناه الفين وسابعة وهو انتقد رحمة الله في الفين وعشرة برضو من البرامج الجميلة الكلم الطيب مع فضلتي الامام الطيب شيخ الازهر استمر فترة طويلة نقشنا فيه قضايا فكرية وعلى قصة هذه القضايا اختطاف عقول الشباب والتطرف والتشدد والغلو وضح فضلته المحزير والاسباب والعلاج دي ريادة ازعاد القرآن الكريم بالامانة ليس انحيازة لازعاد القرآن الكريم ولكن للعمل الذي يقدم فيها وغيرها كاسب البرامج